شهد اليوم عسكر السابع العشرين حفل تابين الجندي التاري الذي لقي مصرعه أثناء واجبه ضمن القوات التارية المرابطة بباقسولة شمال البلاد مقتل الجندي جاء بعد السباكات التي قامت بها قوات الدفاع ضد جماعة بوكو حرام أدم حنف فاضل من أجل محاربة الإرهاب والتطرف بشكل عام وجماعة بوكو حرام بشكل خاص بمنطقة البحيرة تحديدا بمنطقة بباقسولة قد أدى الفقيد محمد زين سليمان واجبه الوطني والإقليمي تجاه محاربة الجماعات الإرهابية وذلك بهدف السعي إلى توصيع دائرة الأمن بالمنطقة محمد زين سليمان يعمل في الكتيبة العسكرية رقم ثلاثة بالمعسكر الدائم بالبحيرة تجاه ناجرها حفل تابين الجندي محمد زين سليمان كان بحضور العديد من قبل ضباط الجيش الوطني من جانبه نائب القائد العام للقوات المسلحة قال انجنانباي بردي قد قدم تعازيه لأقارب الفقيد وقال من قام به محمد زين سليمان وأمثاله ما هو إلا واجب وطني وإقليمي يهدف إلى تطهير المنطقة من الخلايا الإرهابية ويعلم أن الفقيد توفي برتبة نقيب حيث وارى جثمانه الثرى بالمقبرة العسكرية بفرشة بفرشة ترجمة نانسي قنقر